حدثنا موسى بن طارق أبو قرة الزبيدي من أهل الحصيب وإلى جانب هارمع وهي قرية أبي موسى الأشعري قال أبي وكان أبو قرة قاضيا لهم باليمن قال حدثنا أيمن بن نابر أبو عمران قال سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له قدامة يعني ابن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبط يوم النحر قال أبو قرة وزادني سفيان الثوري في حديث أيمن هذا على ناقة صحباء بلا زجر ولا طرد ولا إليك إليك حثنا وكيع حدثنا أيمن بن نابر قال سمعت شيخا من بني كلا بن يقال له قدامة بن عبد الله بن عمار قال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر يرمي الجمرة على ناقة له صحباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك حان أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري حدثنا أيمن بن نابر حدثنا قدامة بن عبد الله الكلابي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة جمرة العقبط من بطن الوادي يوم النحر على ناقة له صحباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك حدثنا قران في الحديث قال يرمي الجمرة على ناقة له حدثنا عبد الله حدثنا سريج بن يونس ومحريز بن عوني بن أبي عوي أبو الفضل قال حدثنا قران بن تمامين الأسادي حدثنا أيمن عن قدامة بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة يستلم الحجر بمحجرة قال أبو عبد الرحمن حدثني محرز بن عون وعباد بن موسى قال حدثنا قران بن تمامين عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على ناقة لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك وزاد عباد في حديثه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة صحباء يرمي الجمرة حدثنا معتمل عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر يرمي الجمرة على ناقة له صحباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك موسيقى موسيقى